مشاهدين عناصر ومركبات عديدة موجودة ضمن جسم الإنسان ومن هذه المركبات ومركب الكولاجيني اللي بيحظى باهتمام كبير وخاصة لدى السيدات ومو بس السيدات مونير حتى الرجال صاروا يهتموا بهذا الموضوع دايش مهم الكولاجيني اللي بيحزز جدا أمور ببشرتنا ممكن يؤولنا الجلد يحارب الشيخوخة وكتير تفاصيل اليوم رح نحكي عن الكولاجين وكيف ممكن نحصل عليه من خلال وجباتنا الغدائية اليومية كل هذه التفاصيل رح نقشها مع اختصاصية التغذية صفاء شيخ علي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتورة دكتورة بداية تحكي لنا بطريقة علمية أهمية الكولاجين الكولاجين هو من البروتينات الكثير أساسية جسمنا بيصنعها من قبل حاله يعني هو الحاله قادر يأمن احتياجه من الكولاجين ولكن العمر معين تقريبا 26 سنة جسمنا بيكون هو عم بيصنع الكولاجين ويأمن احتياجاته بين 26 إلى 30 أو 32 سنة بيبلش الكولاجين يقل تدريج عن إفرازه بالجسم بعد 30 أو 35 سنة بالعكس بيصير جسمنا هو بيقل إفرازه شوي وبصير بيفرز أنزيمات بتكسر هذا الكولاجين يلي عم يفرز بجسمنا فملاحظ نحن بعد 30 أو 35 سنة منشوف اشياء جديدة بجسمنا ما كانت من قبل أهم مرونة الجلد مثل ما حكيته لما بتقل مرونة الجلد طبعا تظهر التجاعيد بكل الجسم حتى مو بس بالوجه منشوف جسمنا صار قطرة منشوف أنه نحنا بلشت عنا آلام بالعزام آلام بالمفاصل حتى ممكن أوقاتها شاشة تعظم نتيجة نقص إفراز الكولاجين بالجسم هو الموضوع راجع لخلايا معينة بتفرز الكولاجين ولا لا فيه موضوع غداد أو شيء لا هو جسمنا عن طريق خلايا معينة قدران أنه هو يفرز هرمونة بعد عمر محدد هاي الخلايا بتموت يعني تماما بتبلشي العدداء يقل إفرازها للكولاجين وهو جسمنا بيفرز أنزيمات بتصير بتكسر الكولاجين يلي قرد يعمل ينفرز بكميات أليم ويمكن أهم السؤال ينطرح به هاي الحالة أنا شو ممكن أعمل حتى أرجع زيد إفراز الكولاجين بجسمي في مصادر غذائية معينة ممكن أنا أتناولها بوجباتي الغذائية اليومية شو هي؟ هلا الكولاجين وين موجود بالأكل؟ موجود أكتر شي بكل شي هلامي وبكل شي جلد فإذا بنا نحكي وين بالأكل فهو موجود بجلد الحيوانات يعني بجلد مثلا الدواجن خلينا نقول جلد الجوانح الفخاد الدبابيس تبع الجاش موجود فيها نسبة من الكولاجين موجود كمان بالعضم طبع الأبقار بعضم الغنم فنحنا لما منسلق العضم ومنسلق اللحم الخاروف أو هيك كمان نكون عم ناخد الكولاجين الموجود فيه سوما بدي أحكي على نقطتين مهمين أول شي جلد الدجاج كتير بيحتوي على دهون غير صحية وبيحتوي كمان الدراسات بتقول أنه هو كل شي هرمونات ومواد بتنحقن للدجاج لحتينمو بشكل أسرع بتصير تتوضع بالجلد تبعه فنحنا لما عمناكل الجلد ما ناكله مشان الكولاجين هلأ بنحكي كيف ممكن نعود بس أنا حابيت أذكر هو وين موجود بس أنا إذا أكلت جلد الدجاج كتير عمكون بأزي جسمي فخلينا نقول بقى بتصير أزياد الجلد أكتر من فوائده لتناول الكولاجين ونقطة ثانية لما بنا نسلق العظم طبع مثلا خلينا نقول عظم البقر أو اللحمة المسلوقة بعظمه فأنا بحتاج ساعات كتير طويلة على النار لحتى أني أحصل على الكولاجين الذي جسمي بيستفاد منه شفتوا هاي القشرية اللي بتصير على طباقة بتصير على وش مرقة اللحمة هاي منشيرة هاي كثير تمنى للأسف هي هاي لفيها كولاجين تماما وكمان مهم لما نحنا بدنا نحكي عن الكولاجين نذكر فيتامين سي لأنه كولاجين بدون فيتامين سي ما بيمتصل الجسم اليوم نحنا إذا بنحكي عن الآثار المباشرة لنقص هذا المركب بالجسم كيف ممكن نلاحظ أول شغلة منشوف أنه نحنا مثل ما حكينا متبلش التجاعي تظهر منشوف مثلا إذا مسكنا جلدنا بيوقف من لفوق يعني هيكنا حركة دائما نختبر فيها ستاتنا والكبارية نلاقي لما منمسك الجلد بيوقف بيبقى مثل ما هو ما بيرجع له طبيعته بتقل حتى مرونة المفاصل بتقل حتى مرونة الجسم فمنشوف هلأ للأسف يعني كتير ناس صغار بالعمر عندهم مشاكل الانقراس بالرقبة بالركبة مثلا أعلام بالركبة فمنشوف أنه مثلا شخص كتير عم ياخد أدوية بسواء ما عم بيلاقي أي تحسن نتيجة نقص الكولاجين بالجسم كمان منشوف هشاشة العظم منشوف كمان أوقات نقص المناعة بيرتبط إذا الكولاجين كان مستوى كتير ناقص بالجسم يعني الموضوع لا يتعلق فقط بما يتعلق بالجلد وجمال الجلد والأساس لا فيه آثار جانبية أخرى يعني يتعلق بأدوية تماما مية بالمية بس نحنا ليش الجلد هو الأساس لأنه الجلد هو أكبر عضو بجسم الإنسان بس باقي الأعضاء بالجسم كله ياته بتتأثر بالكولاجين حتى دائما منقول للأشخاص اللي عندهم تصلوا بشريين عندهم مشاكل قلبية أو سوابق لخسرات فنحنا دائما نقول نحنا لازم ناخد كولاجين لأنه هو بزيد مرونة الأوعية عنده وكولاجين الجلد تحديدا هو بشبه كولاجين للبشرة نفسه هو نفسه هو هو وحتى الشعر والعظام وغيرة بس ممكن نحنا نسميه بغير تسميات هو فيه أنواع للكولاجين ولكن نحنا لما بدنا نسأل مساعدة مكملات غذائية للكولاجين فهي تحت اسم الكولاجين تماما اليوم أول ما الصبية تصير عمره 26 سنة بتلجأ ممكن للكريمات منفوط عصيدليات منلاقي العديد من الكريمات فيها كولاجين منلاقي العديد من حتى العلب الزاز موجودة فيها كولاجين وتجي مكلفة وسعارها غالية بدون وصفة طبية هاي ممكن تنعطى هل هذا الشيء منضر بمرحلة معينة ولا لا طبيعي اليوم السيدة تستخدم هاي المنتجات لما نحكي عن الكريمات فلا ما فيه إلى كتير أضرار جانبية ولكن كمان استفادته بسيطة يعني إذا صبية عندها مشاكل بالبشرة أو تجاعد وهي حابة أن تتحاربه كبداية سواء تمنع من ظهورة إذا بلشت فيهم على عمر مبكر أو تعالجهم إذا كانت بعمر متقدم ما فيه إلى آثار سلبية ولكن كمان نتيجة تعتبر بسيطة يعني ما أنا ملاحظة إلا على المدى الكتير طويل للاستخدام نحنا بدنا نحكي حكينا أول شيء عن الجاج وجلد الجاج خلينا نحكي عن العناصر الأخرى المتوفرة فيها الكولاجين أكثر شيء هو موجود مثل ما حكينا بجلد الحيوانات بالعزام وقت نحنا بنسلق لحمة أو الجاج موجود بأنواع كتير قليلة من الأسماك وضروري مثل ما إلنا لما ناخد أي مصدر من هذه المصادر نرافقها بفيتامين سي لحتى يعزز من أمتصاصه وفيه مكملات غذائية معينة ممكن نحنا نستفاد من خلاله ونعطي جسمنا كولاجين تماما هو هاي يعني أهم قسم اليوم إذا بنا نحكي عنه بالفقرة لأنه كتير منشوف بالأسواق مثل ما حكينا منتجات كتير من الكولاجين وكل أسعارها نوعا ما عالية فلحتى نحنا ناخد المنتجات المفيدة لإلنا أول شي نحنا بس صرنا فوق لثلاثين صار ضروري أنه نحنا ناخد الكولاجين أي شخص عنده سواء طبعا رجال أو سيدات أكيد لأنه مثل ما حكينا هو مو بس بيأثر على المظهر الخارجي والتجاعي لأ هو حتى على الجسم من جوا وخاصة الرياضيين كتير لازم ينتبهوا لموضوع الكولاجين لأنه هي بتقوي عندهم العضل حتى بترفع الحرق يعني نحنا كتير صبايا لما أنا بقلهم بالعياد أننا ناخد مكملات الكولاجين لحالات معينة بيقولوا لي ما بيفتح الشهية هو أبدا ما بيفتح الشهية بالعكس ممكن يعزز من الحرق بالجسم وعدل الأيض بيرفعه هلأ في عنا أنواع للكولاجين بالكملات الغذائية عنا الحبوب الأقراس الدوائية عنا البودر وعنا الشراب السائل أكتر جسمنا بيستفاد منه هو الكولاجين السائل طبعا لأنه فورا بيمتصل الجسم أما الكولاجين اللي بيجي كابسولات دوائية شوي حمض المعدة بيفككه فهو ما يعني ما رح ياخد منه إلا نصاب بسيطة بس فالأفضل إذا بنقدر نأمل الشراب بعده البودر بيجي كجودة وبعدين آخر شيء طيب ليش ممكن نلجأ للمكملات الغذائية هل ممكن بمرحلة من المراحل الأغذية مع تدفيد تماما هو الأكل كتير قليل أنه يتواجد فيه كولاجين ومثل ما حكينا إذا بناخد جلود الحيوانات لو أخذناها وستغني يعني إغضينا نظر عن أضرارها فأنتي مو بالشكل يومي حتى أكله جلد الجاج واللحم لما بننسل ألح تناخد الكولاجين من العضم تبعه فهي بتحتاج تقريبا 48 ساعة حرارة متواصلة عن نار فللأماني لا أحد رح ضرر لا أحد رح ضرر لا أحد رح ضرر لا أحد رح ضرر الغاز طيب في أثر جانبي لزيادة هذا المركب بالجسم ممكن نحن نشوفه أحيانا إذا يعني ازدادت عن الحد المسموع فيه جباري دائما أي شي نحن بناخده خارجي لازم كتير ننتبه للحدود الطبيعية أو الجرعة الطبيعية الحاجة اليومية لأله هلأ إذا شخص عادي ما عنده أي مشكلة يكتفي بي بس ألف ميلي جرام من الكولاجين لما بيكون في عنا حالات مثل مثل مثلا تنقص مفاصل أو السائل يلي على الركبة ناشف تماما فنحن ممكن ناخد لأ 3 ألاف لأربعة ألاف أوقات لعشر تالاف ميلي جرام يوميا بس طبعا هذا الشيء إما طبيب المشرف على الحالة أو اختصاص التغذية بيحددوا بناء على الحالة الطبية هي كلها نحن نحكي هنا عن السائل مفاصل للركبة يعني تحديدا لأنه هي دائما هي حالة شائعة منشوفة خاصة مع الأشخاص الكبار بالعمر أنه السائل للركبة مثلا أنه موجود فنحن فينا نعوض بي بموضوع مية بالمية وحتى هو أوقات الأطباء بيعملوا حقا بالكولاجين لهذه المنطقة فنحن كمان بنقدر ناخده عن طريق الشرب يعني لأن الأمانة كتير بيستغرب لما حالة تكون عم تتعالج بهذا الموضوع بدون كولاجين طب نسبة الكولاجين بكل جسم تختلف عن طانية ولا لا هي النسب واحدة لا واحدة نسب تقريبا لأ كيف تختلف؟ تختلف على هوايا بس الفئة العمرية أها بعمر الصغير بيكون نسبة الكولاجين أكتر؟ تماما بتكون النسبة هي كافية يعني جسم نعم بيأمن احتياجه الطبيعي ما نو بحاجة أنه ياخد جميع الضافية أنت بيوقف إفراز الكولاجين؟ مئة بالمئة بعد الأربعين بعد الأربعين تماما بس نحن ببلش يقلد كتير تدريجي من بعد الستة وعشرين تماما بدنا منحضرتك نصائح بشكل عام للمشاهدين فيما يتعلق بهذا المركب تحديدا الكولاجين كتير مهم أنه ناخده ما نقتصر بس أبدا على موضوع البشرة وجمال البشرة ما نسمح أبدا للآلم أنه أنا خلص أتماشا مثلا مع آلم الركبة أو آلم الظهر أو حتى أوقات مثلا مشاكل جلدية أو هشاشة عظم هذا الكولاجين مركب رائع وعنجد سروة حقيقية نحن لازم ندخله على جسمنا فوقده كتير كبيرة وما من بلش نشوف تحسن بحالتنا بعد الكولاجين إلا بعد 8 أسابيع فنحن 8 أسابيع من تناوله فنحن كتير لازم نطول بالنا ودائما نتذكر لما مناخد مكمل الكولاجين يفضل يكون على معدة فاضية قبله بساعتين وبعده بساعتين ما فيه كافيين لحتى الكافيين ما يأثر على امتصاص الكولاجين بالجسم ويفضل ما يكون فيه كمان معه نيكوتين شكرا كتير على المعلومات اللي قدمتنا ياه وحضرتك اختصاصي التغذية صفاء شيخي علي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا كتير لأيلك